وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مدرية الصحة في قرية الكبانية بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان حيث بلغ عدد المرضى والمترددين على القافلة 1652 مواطنا وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعمل أشعة رانين المغناطيسي وحالة أخرى لإجراء جراحات مختلفة نحن هنا في الصيدلية عندنا 130 صنف بيغطي كل الاحتياجات بتاعت المريض وبنقدمه هنا بالمجان ولو في حد محتاج دواء خارجي أو محتاج علاج خارجي بنعمله تحويل في المستشفيات وكل المرضى هنا مبسوطين بتقديم الخدمة العلاجية لهم بالمجان نشكر على كل من قام بإحضار القافلة الطبية وحياة كريمة لبلدنا الحبيبة الكوبانية ونشكر سيارة الرئيس سيسي على المنطودات وحب الناس له وخدمة الناس ومصالح الناس